بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدَّثني مُحرِز ابن عون ابن أبي عون حدَّثنا علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكَحَ المرأة على عمَّتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفِئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقُها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكَحَ المرأة على عمَّتها لا يجوز للرجل أن يتزوَّج المرأة ويتزوَّج عمَّتها معها أو خالتها أخت أمها لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أخت أبيها أو خالتها أخت أمها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفِئ ما في صحفتها المرأة إذا خطبها الرجل لا يجوز لها أن تقول طلِّق زوجتك إن شئت لا يجوز لها أن تطلب طلاق زوجته لتكتفِئ ما في صحفتها كأنها تريد أن تأخذ رزقها فإن الله عز وجل رازقها الله تعالى هو الرزَّاق ذو القوة المتين ما أحد يأخذ رزق آخر حدَّثنا محمد بن المسنَّى وابن بشَّار وأبو بكر بن نافع واللفظ لبن المسنَّى وابن نافع قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شُعبَة عن عمر بن دينار عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين المرأة وعمَّتها وبين المرأة وخالتها أن لا يجوز أن يجمع بينهما وأما إذا طلَّق واحدا وتمَّت عدَّتها يجوز أن ينكِح الأخرى وأما في آنٍ واحد لا يجوز الجمع بين المرأة وعمَّتها أخت أبيها وبين المرأة وخالتها أخت أمها وحدَّثني محمد بن حاتم حدَّثنا شباب حدَّثنا ورقاء عن عمر بن دينار بهذا الإسناد مثله حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عُمَرَ بن عُبيدِ الله أراد أن يُزوِّج citation ابن عُمَر بن تشيبة ابن جُبير عُمَر ابن عُبيد الله أراد أن يُزوِّج citation ابن عُمَر بن تشيبة ابن جُبير فأرسل إلى أبان بن عثمان رضي الله عنه يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المسلم إذا كان محرم لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج في حالة الإحرام حتى يتحلل من الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى الخطبة لا يخطب لأنه مشغول بالعبادة فلا يليق له أن ينكح أو ينكح أو يخطب وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت الشيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على الموسم أي أمير الحج فقال ألا أراه أعرابياً يعني هو جاهل كالعرابي إن المحرم لا ينكح ولا ينكح المحرم لا يتزوج ولا يزوج أخبرنا بذلك عثمان رضي الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قالا جميعاً حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن أبان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثنا أبو بكر من أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن أبان ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بن تشيبة ابن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح أن أنكح الطلحة بن عمر وأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقياً جافياً يعني غليظ الخلق إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا يتزود المحرم فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعاً عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهر فقال أخبرني يزيد ابن الأصم أنه نكحها وهو حلال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين وهو غير محرم ولكن ابن عباس ذكر أنه محرم ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو حلال أي غير محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وهو محرم ولكن الصواب أنه تزوجها وهو حلال غير محرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فصاحبة الشأن تخبر أنه تزوجها وهو حلال فهي أعلم من ابن عباس لهذا الأمر قال وكانت خالتي وخالة بن عباس رضي الله عنهما ميمونة بنت الحارث كانت خالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم وتخبر أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال أي غير محرم وحدثنا قتيب بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا بن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض إذا رأيت إنسانا يبيع سلعة أنت لا تأتي وتبيع عليه تُفصِد على أخيرك المسلم وكذلك إذا سمعت أن زيد خطب فلانة فلا يجوز أن تخطب حتى يتفق أو يفترق لأن ذلك يؤذي ويفصد بين الناس وحدثني وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطال قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له إلا أن يأذن له صاحبه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن عبد الله عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد وحدثني عمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها زاد عمر في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه لا يبيع حاضر لباد إذا جاء البدوي بأموال للبيع فلا يجوز للحضري أن يبيع له بل هو يبيع سلعته بنفسه الحضري لا يبيع إلى البدوي فالبدوي يبيع سلعته بنفسه قال أو يتناجش النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إذا كانت السلعة في الحراج لا يجوز لك أن تزيد إلا إذا كنت تريد أن تشتري وأما تزيد بدون نية الشراء لا يجوز لك أو يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا سميت أن أخاك خطب فلان فلا يجوز أن تخطب على خطبته حتى يتفق أو يفترق أو يبيع على بيض أخيه إذا كان أخوك المسلم يريد أن يبيع سلعة فلا تجي أنت وتقول للمشتري أنا أبيعك أحسن منه أو أرخص منه لا تفسد على أخيك المسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها المرأة إذا خطبها الرجل لا يجوز لها أن تقول طلق زوجتك إن شئتني لا يجوز لها ذلك إن أحبت تزوجت وإلا فلا يجوز لها أن تقول طلق زوجتك ولا يسوم الرجل على سوم أخيه إذا وجدت إنسان يسوم سلعة قبلك فلا تجي أنت وتسوم عليه اصبر حتى يتفق أو يفترق كل هذا مما يفسد بين الناس ويقع العداوة والبغضاء بين الناس وحدثني حرملة بن يحياء أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ولا يبيع المر على بيض يخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب المرأ على خطبة يخيه ولا تسأل المرأ طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها كل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه يسبب العداوة والبغضاء وحدثنا أبو بكر ما بي شيبة حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهر بهذا الاسناد مثلا غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيغه لا يزد في السلعة التي يريد أن يشتريها بل يصبر حتى يتفق أو يفترق حدثنا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته السوم هو السؤال عن القيمة إذا جاء إنسان يسأل قيمة تستلعه أنت لا تأتي وتقوم معه اصبر حتى ينتهي من أمره وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعب عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بي أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أي حتى يترك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق هذا شغار محرم لا يجوذ لك أن تقول لفلان تزوجني ابنتك وأو تزوجك ابنتي بدون صداق هذا لا يجوذ لأن الصداق حق المرأة فلا يجوذ أن تزوج بنتك على أن يزوجك الأخر بنته بدون صداق هذا ظلم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا وحدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار ففسره الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق هذا لا يجوذ وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا حمد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام أي الشغار لا يجوذ في دين الإسلام ولا بد من صداق ولا بد من تراضي وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا حمد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي أو زوِّجني أختك وأزوِّجك أختي يعني بدون صداق فهذا لا يجوز وحدَّثناه أبو كريب حدَّثنا عبده عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نميل وحدَّثني هارون بن عبد الله حدَّثنا حجَّاج بن محمد قال قال ابن جريد حاء وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزَّاق أخبرنا ابن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حدَّثنا يحياء بن أيوب حدَّثناه شيم حاء وحدَّثنا ابن نمير حدَّثنا وكيع حاء وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدَّثنا محمد بن المسنَّة حدَّثنا يحياء وهو القطَّال عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحقَّ الشرط أن يُوفى به ما استحللتُم به الفرود الشرط الذي يكون عند عقد النكاح يجب الوفاء به إذا كان موافقًا للشريع إن أحقَّ الشرط أن يُوفى به ما استحللتُم به الفرود أي ما كان عند أقد النكاح وكان مُطابقًا للشريع هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المسنَّة غير أن ابن المسنَّة قال الشروط حدَّثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدَّثنا خالد بن الحارث حدَّثنا هشام عن يحي بن أبي كثير حدَّثنا أبو سلمة حدَّثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر الأيِّم أي التي قد تزوَّجت من قبل لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستاذًا قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكُت الأيِّم الذي قد تزوَّجت لا يجوذ أن يزوِّجها أليُّها إلا بأمرها ورضاها وأما البكر فلا تُزوَّج حتى تُستأذن وهي البكر تستحي فإذا سكتت دلَّ على الرضا وأما إذا امتنعت فلا يجبرها وحدَّثني زهير بن حرب حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم حدَّثنا الحجَّاج بن أبي عثمان حا وحدَّثني إبراهيم وحدَّثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاع حا وحدَّثني زهير بن حرب حدَّثنا حسين بن محمد حدَّثنا شيبان حا وحدَّثني عمرُ الناقِد ومحمد بن رافع قال حدَّثنا عبد الرزاق عن معمر حا وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي أخبرنا يحيى بن حسان حدَّثنا معاوية كلهم عن يحيى ابن أبي كثير بمثل معنى حديثه شام وإسناده واتفق لفظ حديثه شام وشيبان ومعاوية بن السلام في هذا الحديث حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حا وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعًا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع حدَّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليك يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تُستأمر فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت له فإنها تستحي البكر تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت البكر إذا قيل لها فلان يخطبك إن سكتت دل على رضاها وإن قالت لا فلا حدثنا سعيد بن بنصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في إذ في نفسها وإذنها صماتها أي سكوتها قال نعم الأيم الثيب لا تنكح إلا بأمرها فإن قالت لا لا تنكح لا بد من ولي ولكن لا بد أن تستأمر فإذا قالت نعم تزود وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها فالثيب لا بد أن تتكلم نعم أو لا وأما البكر إذا سكتت دل على رضاها وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان لهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها يعني لا تجبر والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها أي سكوتها وربما قال وصمتها إقرارها حدثنا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنابي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا أي جاءت الحمى شهرا فوفى شعري جميمة يعني نقص شعر شعرها بسبب الحمى فأتتني أم رومان وهي أمها رضي الله عنها وأنا على أرجوحة يعني التي تتحرك ومعي صواحبي أي بنات فصرخت بي أي أمي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي لأن جاءت تجري فنفسها يتصاعد فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار رضي الله عنه فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه فعايشة أم المؤمنين عقد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنا بها وهي بنت تسع سنين صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام العروة حاء وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا عبدا هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنا بي وأنا بنت تسع سنين رضي الله عنها وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين يعني بنا بها ولعبها معها معها أشياء تلعب بها لأنها كانت صغيرة رضي الله عنها ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشر رضي الله عنها وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشر رضي الله عنها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال شهر شوال الذي بعد رمضان وبنا بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضى أي أحسن حالا عنده مني كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي محبوبة قال وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال على كل شوال وغير شوال الشهور الله كلها فيها خير لا يجوز التشاؤم الناس يتشاؤمون من صفر وهذا أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا نوأ ولا غول كل هذه أمور شركية فلا تتطير ولا تتشاء من شيء توكل على الله عز وجل وحدثناه وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناج ولم يذكر فعل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لكنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تذوج تذوج أمرأه من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها يعني عندما خطبتها نظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني من الرمد ففيه النظر إلى المخطوبة قبل الزواج ولكن يكون بأدب واحترام لا يختلي بها وحدثني يحيي بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون للأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها كم الصداق قال على أربع أواق الوقية أربعين درهم من الفضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق يعني استكثره كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل كأن عندكم جبل من فضة ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك يعني إلى أهل الأموال تستلم منهم الزكاء ونعطيك أجرتك عسى أن نبعثك في بازل يعني تجمع الزكوات من أهل الأموال وتأتي بها تصيب منها هذه أجرة قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم فكلما كان الصداق قليلا كان فيه بركة أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أما المغالات في المهر هذا لا ينبغي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ أي أرخى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني كأنها لم تعجبه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها إذا كانت المرأة ليس لك فيها حاجة زوجنيها فقال فهل عندك من شيء أن تعطيها الصداق فقال لا والله يا رسول الله ما عندي شيء فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار لابس إزار قال سهل ما له رداء لابس إزار وليس له رداء فلها نصفه يعطيها نصف الإزار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك نصف الإزار ما ينفع إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء يعني النصف ما ينفع فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا أي ذاهبا فأمر به فدعيا فلما جاء قال ماذا معك من القرآن ماذا تحفظ من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك يعني تحفظها غيب قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن نعلمها القرآن وهذا يكون صداقا لها هذا حديث من أبي حاذم وحدث يعقوب يقاربه في اللفظ فتيسير الصداق فيه خير وأما المغالات شر وحدثنا هخلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيين حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عن بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة وقية ونشا قالت أتذلي من نش قال قلت لا قلت نص وقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمسمائة درهم مهضة والدرهم ربع ريال سعودي الدرهم ربع ريال سعودي فالصداق خمسمائة درهم فكل ما كان الصداق سهل كان فيه برك حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أثر أثر صفرة يعني شيء من الزعفران وهو طيب فقال ما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما هذا قال يا رسول الله إني تزولت امرأة على وزن نواة من ذهب من قطع صغيرة من ذهب وزن النواة قال فبارك الله لك أولم ولو بشات وحدثنا محمد بن عبد العزي بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتاد عن أنس بن مالك رضي الله عن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات الوليمة بما تيسر إن تيسرت الشات فبها وإلا حيث تمر وسمن وجبن المتيسر وأما المغالات في الوليمة فلا ينبغي الآن الناس يغالون فلان كم ذبح شات قالوا خمسين قالنا أذبح مين مئة هذا لا يجوز هذا تبذير وإسراف ثم يرمى في المنافات لا حول ولا قوت إلا بالله فالوليمة بما تيسر فالمغالات والإسراف والتبذير لا يجوز وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتاد وحميد عن أنس رضي الله عن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن تزوج أمرأة على وزن نوات من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم مقال له أولم ولو بشات وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافح وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا شباب كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن رضي الله عنه تزوجت امرأة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النظر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه ويقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأاني رأاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس يعني سرور الزواج فقلت تزولت امرأة من الأنصار رضي الله عنهم فقال كم أصدقتها أي كم أعطيتها الصداء فقلت نواتا يعني وذن النوات من ذهب قطعة صغيرة من ذهب وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعب عن أبي حمزة قال شعب واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أنس ابن مالك عن أبي جمرة قال شعب واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عن أن عبد الرحمن رضي الله عن تزوج امرأة على وذن نوات من ذهب وحدثني محمد ابن رافع حدثنا وهب أخبرنا شعبا بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب وذن نوات من ذهب حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغدات أي صلاة الفجر بغلس أي في أول الفجر فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة أي راكب وراء أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمست فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر لأن أهلها كانوا يهود إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم اليهود إلى أعمالهم فقالوا محمد أي هذا محمد صلى الله عليه وسلم محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس أي ومعه الجيش المجتمل على خمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة خمسة أجزاء قال وأصبناها عنوة أن أصبنا خيبر بالجهاد وجمع السبي نساء وأطفال اليهود فجاءه دحيا دحيا ابن خليفة الكلبي صحابي رضي الله عنه فجاءه دحيا فقال يا رسول الله آطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية من تحويي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله آطيت دحيا صفية من تحويي سيد قريضة والنظير دحويي كان سيد بني قريضة وسيد بني النظير ما تصلح إلا لك قال أدعوه بها أدعو دحيا ومعه صفية قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها خذ واحد غيرها قال وأعتقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها كما أعطاها الصداق قال نفسها أعتقها وتزوجها جعل إدقها صداقها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل يعني حاضت وتمت وطهرت فبنى بها صلى الله عليه وسلم وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء يعني طعام فليجيبه قال وبسط نطع بسط قطع جلب قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وهو اللبن المجفف وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن يعني كل من عنده شيء جاء به فحاسوا حيسا يعني التمر والجبن والسمن خلط معا فيحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوليمة ما تيسر صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني فأصبحت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن الزيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عن حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن الزيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس رضي الله عن حاء وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس رضي الله عن حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عن حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عن حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيي بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعاً عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية أم المؤمنين وجعل إتقها صداقها وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأصدقها إتقها جعل إتقها صداقها وحدثنا يحيي بن يحيي أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران إذا كان عندك جارية مملوكة هي حلال لك فإذا تزوجتها أكرمتها فالله تعالى يعطيك أجرين لأنك أحسنت إلى المملوكة وعتقتها وتزوجتها وهي حلال لك بدون زواج لكن إذا أكرمتها وتزوجتها وأعتقتها لك أجران عند الله عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن السلم حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت رتفة أبي طلحة يعني راكب وراءه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم أي يهود خيبر حين بذغت الشمس أي طلعت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم يعني آلات لإصلاح الزرع كانوا مزارعين خرجوا بهذه الآلات الفاس معروف الذي يكسر به الخشب والمكسل هو الزنبير الذي يضع فيه الشيء والمرور قال النووي رحمه الله نحو المجرفة المرور يعني مثل المجرفة الذي يجرب فيها التراب وغير فقالوا محمد والخميس أي هذا محمد صلى الله عليه وسلم والخميس أي ومعه جيش بخمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وقلب وميمن وميسر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر لأن أهلها يهود إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل نصر الله رسوله والمسلمين صلى الله عليه وسلم ووقعت في سهم الدحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابعة أرس إن أعطاه سبعة مقابل صفية ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وحسبه قال وتعتد في بيتها في بيت أم سليم وهي صفية من تحيي أم المؤمنين رضي الله عنها قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط اللبن المجفف والسمن فحُصت الأرض فأحيص وأوجيء بالأنطاع لطع الجلب فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا نذري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي مرات وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فيأم الممنين رضي الله عنها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة الأضباء يعني دقها حجر ووقعت وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقع وندرت أي أم الممنين فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية أعوذ بالله يا أم الممنين قال قلت يا أبا حمزة أوقع أي سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب أم الممنين رضي الله عنها فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس يعني وليمة زينب بنت جحش أم الممنين رضي الله عنها فلما فرغ قام وتبعته فتخلف الرجلان يعني في وليمة زينب بنت جحش أم الممنين رضي الله عنها فتخلف رجلان يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بهم الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه صلى الله عليه وسلم فيسلم على كل واحدة منهم سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقولوا بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب في عتبة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الآية صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له حدثنا بهد حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس رضي الله عنه قال صارت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي أعطاه سبعة مقابر صفية النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فقال أصلحيها دفعها إلى أم سليم رضي الله عنها فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة الخيمة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا يعني كوما حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء من ماء المطر فقال أنس رضي الله عنه فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فينبغي التسهيل بلا مغالة قال وانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها أي فرحنا فرفعنا مطينا أي أسرعنا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطييته قال وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعذرت مطييته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقعت فصرع وصرعت أي صرع النبي صلى الله عليه وسلم سقط وسقطت أم المؤمنين صفية قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نظر يعني ما أصابنا إلا خير قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترى أينها ويشمتن بصرعتها رضي الله تعالى عنها حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب لما طلقها زيد انقضت عدة زينب بانتجحش أم المؤمنين رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد لزيد ابن حارثة أذكرها علي أي أخطبها علي أي أخطبها علي قال فانطلق زيد رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها أي تصلح عجين الدقيق قال فلما رأيتها يقول زيد ابن حارثة رضي الله عنه فلما رأيتها عظمت في صدري لأن النبي قطبها